خلينا نتكلم عن صفقة الاستثمار الأكبر وهي صفقة رأس الحكمة شايفها زي؟ وطبعاً الحقيقة أنه هذه الصفقة زي ما أنتو أشرته هي الأكبر في تاريخ الدولة وكمان الحقيقة هي طول الوقت كنا بنتكلم على البنية الأساسية اللي تم وضعها على مدى العشر سنوات اللي فاتت الحقيقة وأنه عندنا سروات طبيعية وسروات مختلفة محتاجة أفكار لإدارتها هذه الأفكار في هذا الوقت بالذات في ظل انعكاسات أزمة عالمية وأموال بتخرج وأموال بتدخل وأموال بتحرك في تنافس كبير في العالم كله حوالين جذب الاستثمارات ما يسمى الأموال الساخنة فالحقيقة أنه أي حد هيفكر أنه هو يدير السروة هيبقى محتاج هو يوصل للسروة دي الزي وده اللي حققته الحقيقة البنية الأساسية على مدى السنوات الفاتت وبتجيب على أسئلة كتيرة يمكن رئيسه الوزر مبارح وهو بتكلم على أنه الناس كانت بتتساءل ليه أنا بعمل طريق ساحلي عشر حرات أو غير الكلام هنا مش بس الحقيقة ودي طبعا النقطة العجلة في الموضوع 35 مليار اللي هيدخلوا فيه شرايين لابنصاد المصري ده رقم كبير جدا غير مسبوق أظن أنه هو مش بس هيعمل انتعاش وتعديل لفكرة سعر الصرف أو غيره الجزء العاجل لكن الجزء الحقيقي هو اللي أنا دايما بسميه أو كان الخبراء دايما يسموه أنه مصر محتاجة ممرات تنمية لإقامة تنمية حققية ومستدامة قوس الغربي والسحل الغربي كان لحد سنين قليلة جدا الحقيقة ما قبل العالمين الجديدة والكلام على رأس الحكمة ما كان كنت أتكلم طول وقت عن خطر الألغام حرب العالمات التانية وإزاي الناس بتتفجر فيها الألغام دي وبتفقد جسمها أو حياتها من هذا الأمر هارضة داو لما دخلت وتهارت هذا الأمر كنا بنستنى العالم يدينا هنا أو ييجي هنا أو كده يستخرج الألغام هارضة بقى فيه مجتمع حقيقي وسروة قابلة لإنك تنميها ففكرة أنه التنمية ما بدأت في فكرة العالمين الجديدة كان طول الوقت كلام على السحل الشمالي مهم وكل شيء ولكنه موسمي ثلاث شهور أو أربعة شهور في السنة بتتكلم اسكندريا موجودة اسكندريا طبعا ازدحمت بأهلها وغيره كان لازم بفيه امتدادات فكرة ممرات التنمية دي كانت مطلب يمكن ظهر في الفترات بعد 25 يناير وغيره كان يقوله فيه قرأة خبراء طول الوقت السروة دي محتاجة كان رئيس عبي فتح السيسي يمكن في افتتاحه لأحد المشروعات الصناعية في كفر الشيخة وغيره قال السروات احنا عندناش السروات ضخمة ولكن محتاجين افكار لان الحاجات دي تكون سروات فبنتكلم على مدن قابلة للتوسع قبل مدن انها تستوعب بشر وتستوعب الزيادة السكانية وكمان تفتح الباب لاستثمارات كبيرة المستثمر لما هيفكر ييجي بالتأكيد هيدرس عندك بنية اساسية ايه عندك طاقة ايه عندك طرق وكذا احنا عملناها أستاذ أكرم بشكل كبير جدا هيعنا بنية التحتية لجذب الاستثمارات